من اليوم الأول إسرائيل قالت إن هدفها القضاء على حماس اللي إحنا بنشوفه والتصعيد يمكن حضراتكو بس اللي يمكن مش متابع اللي حصل النهاردة مرعب يعني ما حدث اليوم من استهداف الغزة مش زي أي يوم فضل يا فضل اللي حصل النهاردة الخامس محافظات تضربوا المخيمات كلها تضربت يعني فيه مخيمات هو بيقول جنوب ودي غزة أمان لا تضرب جنوب ودي غزة الضرب في خان يونس الضرب في رفح محاولات دخول شرق خان يونس فيه تصدي فسفور أبيض إيه هو الفسفور الأبيض الفسفور الأبيض نوع من الزخائر اللي هو بيحدث حريق يوصل لأنه يحرق العظم مش الحريق الخارجي عشان كده احنا شفنا أطفال شكلهم كده فهو ولا يطفق يعني لا يمكن يطفقه ويعني هو ده يعني محرم المفروض دوليا ولا يستخدم ضد المدنيين بشكل كامل شمال مخيم الشاطئ كان عليه تعامل غير طبيعي محاولة ده ده نموذج استهداف المستشفيات ده ايه يا فندم اللي أبيض ده 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 الفسفور الأبيض ده دي الزخائر اللي بتعمل واضح قدام العلم كده انه هم بيستخدموا فسفور أبيض محدش بيقول لهم انتو فين محدش بيقول لي القنبلة ما تنفاجر سعامة فيها عدد من الشزايا وقد بعض الأشياء تتحول لشزايا يعني قطعة من الحديد لكن ده على قد ما حيوصل على قد ما حيصيد بيفرش يعني يعني مالوش عدد أرجع التاني للسؤال اللي كنت بسأله واضح انه الهدف مش حماس لانه هو مش عارف يجيب حماس فاللي بيعملوا دلوقتي انه اللي يجي في سكته بقى يشيلوا بالضبط إبادة يعني إبادة يعني أنا آسف انه أقول له حضرتك في خلال تماماً واربعين ساعة مش هيكون في مستشفى تعمل في غز لهو عمل